إنشاء يونت 5 لدينا دفعات في يونت 5 لدينا إنشاء أين في يونت 5 إنشاء الأول عطلة رائعة قضيتها طبعاً إن الإنشاءات السهلة ما بيها أي متطلبات مجرد عن عطلة رائعة حرين باختيار المكان التفاصيل الصفات طبعاً ستكون إيجابية مثل جميلة، أمريكاً، أمريكاً 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 بدأت عطلتي الصيفية بعد عام دراسي شاق ومزدحم أشعرت بالسعادة وبدأت أخطط أشياء رائعة كثيرة wonderful things أشياء رائعة plan أخطط to do للقيام بها during my summer vacation خلال إجازتي الصيفية vacation إجازة I went on a holiday ذهبت في عطلة with my family مع عائلتي to Turkey إلى تركيا it was a package deal كانت برنامج رحلة كاملة at just a $600 each كلفت ناس مئة دولار للشخص الواحد مثل ما كنت أنت حرين باختيار المكان we stayed in a four star hotel أقمنا في فندق أربع نجوم in Istanbul في Istanbul it has big rooms فيه غرف كبيرة a wonderful restaurant مطعم رائع and two swimming pools ومسبحان with beautiful gardens مع أحد هائق جميلة we visited زرنا many spectacular places أماكن خلابة كثيرة أو رائعة أو attractive جدامة including بضمنها the malls المولات museums المتاحف markets الأسواق and a free tour مع جولة مفتوحة in the morning في الصباح we visited زرنا some famous historical sites بعض المواقع التاريخية المشهورة historical sites مواقع تاريخية in Istanbul في Istanbul and we had a meal وتناولنا وجبة in a popular restaurant في مطعم شعبي the best thing أفضل شيء about the holiday في العطلة was that we visited and ننظرنا a variety of places أماكن متنوعة variety متنوعة modern حديثة and ancient وقديمة ممكن نستخدم من بدل ancient مراد very old we had amazing time there قضينا وقت مذهن هناك and the holiday was really fantastic والعطلة كانت حقا ممتازة so لذلك I advised أنا أنصح everybody كل شخص to go there بالذهاب إلى هناك to enjoy لقضاء وقت ممتع أما الإنشاء الثاني بيونت 5 طبعا الإنشاء المطلوبة هو advice to tourists in Iraq نصائح للسائحين في العراق when you visit a country عندما تزور بلدا you need to know in advance يجب أن تعرف مقدما in advance مقدما something بعض الأشياء about that country عن ذلك البلد about its people عن شعبه about the people there and at least أو على الأقل few things أشياء بسيطة about the habits and traditions and traditions وتقاليدهم if you want to visit Iraq إذا تريد أن تزور العراق you should have in mind تذكر have in mind and remember that Iraq is full of places ملي بالأماكن that deserve to be seen التي تستحق المشاهدة first of all أولا Iraq is the home العراق هو موطن of many ancient civilizations لحضارات قديمة كثيرة civilizations حضارات ancient قديمة therefore therefore لذلك tourists السائحين have to see or يجب أن يشاهد or in the south of Iraq في جنوب العراق Babylon in the middle بابل في الوسط and Hasra in the north ومدينة الحضار في الشمال in addition إضافة لذلك Iraq العراق is a place ومكان of many attractive regions لمناطق جدابة كثيرة in the north and the north east of Iraq في الشمال وفي شمال شرق العراق يعني أربيل سليمانية where the mountains حيث الجبال stand high حيث الجبال العالية looking at مضلة على the beautiful valleys الوديان الجميلة and resorts والمصائف furthermore علاوة على ذلك tourists السائحين from Islamic countries من الدول الإسلامية can visit يمكنهم زيارة the holy shrines المراقد المقدسة holy مقدسة shrines مراقد كربلا نجف بغداد and سامرة نقدر هنا نقول بعد هل كيف نقول finally أخيرا بصرة where the Tigris and the Euphrates meet حيث يلتقي دجل والفرات provides توفر nice scenes مشاهد جميلة where tourists find يجدوا فيها السائحين amazing forest of palms غابات النخيل المذهلة palms نخيل forest غابات and the lovely side of شط العرب والمنظر الجميل لشط العرب